إيه الأشياء التي إذا فعلها الإنسان يهديه الله جل وعلا ويكون من أهل الهداية في بداية صورة البقرة نقرأ معا قول الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى لمن؟ عد معايا بقى كم وحدة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سبعة أشياء طب اللي يعمل كده إيه اللي يحصل معاه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يبقى القرآن الكريم كتاب هداية كتاب من عمل بما فيه هداه الله إلى صراطه المستقيم نحن في الفاتحة نقرأ في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم ايه هو الصراط المستقيم لذلك رب العز يقول في القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى الذين اهتدوا زادهم هدى كلما اهتد الإنسان زاده الله هدى كلما آمن الإنسان زاده الله إيمانا لأن الإيمان يزيد وينقص يزيد الإيمان بالطاعة وينقص الإيمان بالمعصية إن صليت الصبح زاد الإيمان إن جلست في المسجد إلى شروق الشمس زاد الإيمان إن قرأت القرآن زاد الإيمان إن ذهبت إلى عملك واتقيت الله في عملك زاد الإيمان إن صليت الظهر جماعة زاد الإيمان صليت العصر جماعة زاد الإيمان المغرب العشاء عدت إلى بيتك ابتسمت في وجه زوجتك وأولادك أمرتهم بالصلاة ونهيتهم عن المنكر إن نمت في طاعة الله سبحانه وتعالى يزداد الإيمان قال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ القرآن يفسر بعضه بعضا شوف رب العزة سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن الكريم فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولهم يحزنون كأن أنا لو اتبعت هدى ربنا سبحانه وتعالى أبأ من أولياء الله نعم طيب لو أنا اتبعت هدى ربنا سبحانه وتعالى واتبعت سبيل الهداية وسلكت سبيل الهداية ما ربنا قال لي في القرآن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين إيه هديناه النجدين قال لك النجدين دول الطريقين طريق الخير وطريق الشر طريق الخير يؤدي بك إلى الجنة تبقى مع سيدنا النبي في الجنة مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وطريق الشر يؤدي بك إلى النار مع فرعون وقارون وهمان وأمي بن خلف وأبي بن خلف مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار طيب لو أنا اتبعت هدى ربنا سبحانه وتعالى تبقى مرتاح في الدنيا يصلح الله حالك وبالك ربنا سبحانه وتعالى يجعلك مرتاح في هذه الدار يجعلك آمن مطمئن يوم القيامة بقرأ القرآن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى موجبات الهداية ذكرها الله لنا في أول صورة البقرة أول خمس آيات في صورة البقرة فيها الهداية لأمة سيدنا رسول الله منهم يا رب هدى للمتقين المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون